اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في منزلة الشرطين وهي جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد هي جيدة لعلاج الأسنان والعمليات الصغرى تقليم الأظافر وحلاقة الشعر بعدها في ساعة 11.37 دقيقة بعد الظهر بنتقل القمر وبصير في منزلة البطين أو البطين أو البطين وهي جيدة لتهدت النفس والإصلاح والبدء بكل شيء جديد طبعا القمر موجود في الحمل لليوم الأخير في آخر النهار في ساعة المساء المتأخرة بنتقل لبرج الثور فأحنا ما رح نحكي عن انتقاله للثور رح نحكي تأثيراته بالحمل وبكرة بحلقة توقعات الغد منحكي عن انتقاله للثور طبعا بما أنه موجود بالحمل معناته التأثيرات زي ما حكينا بالمرة أنه بأثر على الجميع أنه منشهر بطاقة كبيرة للعمل ومنكون أكثر تصميم وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع في تصرفاتنا ونتهور أيضا وبلزم بالفترة هاي شوية تحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضا في هاي الفترة أنه أقل صبر في التعامل مع الغير مما قد يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وبرضو أمر إلى علاقة بقص الشعر وإقامة حفل ما طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية اليوم معظمها أو كلها سلبية أو منتحسة بمعنى آخر السبب أنه كل الزوايا أو الأول شيء أنه ثلاث زوايا تربيع وزاوية تقابل زاوية التربيع الأولى هي زاوية سلبية بين القمر والمشتري وهي راح تكون في تمام الساعة 2 و 58 دقيقة صباحا يجب توخي الحذر ممن يحاولون استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبلوتو وهي راح تكون في تمام الساعة 26 دقيقة صباحا تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية الثالثة هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وزحل وهي راح تكون في تمام الساعة 1 و 29 دقيقة بعد الظهر من واجه مصاعب وعرقيل تطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما آخر زاوية هي زاوية التقابل السلبية بين القمر وبين عطارد وهي راح تكون في تمام الساعة 4 و 12 دقيقة مساء يفضل أنه بعض الأشخاص أنه ما يشغلوا فكرهم في استحضار الذكريات لأنه هاي الفترة بتخلي الأشخاص يشغلوا فكرهم باستحضار ذكريات من الماضي لطائل منها وبتجعلهم مزاجي طباع بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ خلو المسار عشان هيك قلنا أنه ما راح نحكي عن الانتقال للثور لأنه الزاوية بتبدأ الساعة 4 و 12 دقيقة مساء وإحنا بنعمل الحلقة تبعتناها تقريبا بنفس الوقت فعشان هيك ما راح نذكر الانتقال للثور ولكن يكون للمعلوم أنه خلو المسار ساعة 4 و 12 دقيقة مساء وكانه بينتهي في تمام ساعة 9 و 18 دقيقة مساء يعني بمعنى آخر أنه انتهاء بتوقيت الأردن الساعة 11 ثلث قبل منتصف الليل عشان هيك أنا حكيت ما راح نذكر الانتقال هذا بعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر طبعا زي ما حكينا أنه ساعة 9 و 18 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بانتقل القمر وبصير في برج الثور وبما أنه راح ينتقل لبرج الثور معناة خلو المسار القادم راح يكون يوم 2-11 بيبدأ في تمام الساعة 2 و 29 دقيقة صباحا وبيستمر حتى تمام الساعة 9 و 25 دقيقة قبل الظهر لا ينتقل لبرج الجوزة عمر القمر القمر انحسار المكتمل 14 يوم في تمام الساعة 2 و 31 دقيقة عصرا بيصير 15 يوم نسبة الإضاءة 95% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 21-11 طبعا هي راح تظل سعيدة لغاية ساعات الظهر من ساعات الظهر بتصير منتحسة ساعات الظهر بتكون 30% بعدين بتصير منتحسة بنسبة 10% والسبب انه بدأت تتشكل اللي هي زاوية التقابل الكامل ما بين الشمس وما بين أورانوس أما بالنسبة للقمر في الحمل وبدو ينتقل للثور ورح يظل في الثور لغاية يوم 2-11 منتحس بنسبة 100% اليوم لأنه أول إشي قلنا زاوية الاقتران ما زالت موجودة ما بين القمر والمريخ راح تظل مستمر طول اليوم ولكن زاوية التربيع مع ثلاث كواكب كبيرة موجودة بالجدي هي راح تعطي الانتحاس بدرجة 100% أما بالنسبة للعطارد في الميزان بيتراجع حتى يوم 3-11 مزاجه منتحس بنسبة 60% الزهرة في الميزان حتى يوم 21-11 سعيدة بنسبة 45% المريخ في الحمل بيتراجع حتى يوم 13-11 مزاجه منتحس بنسبة 35% المشتري في الجدي حتى يوم 19-12 منتحس بنسبة 10% زحل في الجدي حتى يوم 17-12 يعني تقريبا نقدر نحيي أنه سعيد بنسبة قليلة بتصل 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 14-1 المزاج منتحس بنسبة بتصل لـ 12% نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 المزاج تقريبا نقدر نحيي أنه سعيد بنسبة 10% بلوتوف الجدي يعني بعطي نسبة سعودة بسيطة جدا يعني يادو بتصل برضو لـ 10% إذن نستنتج من هذا الكلام إنه اليوم هذا رح يكون في نوع من أنواع صعوبة بالطلاب الحذر فعشان هيكي ما في داعي للمغامرات ولا للمجازفات ولا للتهور ولا للتسرع لجميع الأبراج على كل الأبواب خلينا نشوف التوقعات اليومية ونشوف كل برج من إيش بده ينتبه أكثر شي برج الحمل ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم تهتم بمظهرك وبالتغييرات هاي مرحلة انطلاق لمشاريعك الجديدة بتتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين ولكن سبب انتحاس القمر شوي بتخلي عندك نوع من أنواع القلق أو التوتر أو عدم الرغبة بالتحرك انت اليوم من المفروض انك سباق ورائد في حقل اختصاصك برضو حاول انك انت اهم التحذيرات اللي بننحدرك منها حاول انك ما تضخم الأمور وتعطي المسائل الصغيرة حجم أكبر مما بتستحق وفقدانك الثقة بالنفس بجعلك مزاجي متقلب وطبعا المريخ اكيد رح يضغط بشكل كبير على المزاجية ونفاذ الصبر وهذا بسبب لك نوع من أنواع النزاعات مع المحيط اهم شي انك ما تبالغ بالأمور برضو الشمس لانه برضو منتحسي وهي موجودة في البيت الثامن فعشان هيك ممكن تعرف بعض الصعوبات مرتبطة المابدين أو إرث أو نوع من أنواع التسهيلات أو الأمور اللي إلها علاقة بالقروض في عندك نوع من أنواع نقص الحيوية عشان هيك ما تهمل الأمراض اللي ممكن تظهر هاي الفترة وحاول في نفس اللحظة أنه ممكن يكون مش إلك المرض هذا ممكن لأحد المقربين لا إلك عطارت برضو بعمل زي ما حكينا في الحلقات الماضية أنه هو بداية الدرجات في العشرية الأولى بدهم ينتبهوا من خلافات ونزاعات إلها علاقة بشركائهم أو بزوجاتهم ولكن الزهرة بتدعم موليد العشرية الثالثة وتعطيهم فترة مناسبة لأمور الارتباط والزواج وتحسين العلاقة مع الشركاء وبرضو في نفس اللحظة تصفية الخلافات بشكل ودي برج الثور يوم آخر بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وينتبهوا لغذائكم وراحتكم بتنخفض وطيرة الحياة بشكل كبير فبتتأخر مشاريعك وربما تلغى بتجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من حجزك لأنه ممكن تتفاجأ بالغاء أو سوء تفاهم بتميل لتضخيم الصعوبات برضو وحاول أنك تكون أكثر واقعية وتستعيد ثقتك وحبك للحياة برضو المريخ بيضغط بيزيد من عنفك وفضاتك في التعامل مع الآخرين عطارد بيأثر على موليد العشرية الثالثة بشكل كبير فبعطيهم نوع من أنواع التوتر في علاقاتهم مع رفقاء العمل واحذر من الأغلاط الناجمة عن عدم الانتباه أما بالنسبة للزهرة فبتعطي موليد العشرية الأولى نوع من أنواع الانسجام مع رفقاءهم في الوسط المهني وبتتمتع بصحة جيدة الشمس بتعمل نوع من أنواع الاضطراب في علاقتك الزوجية أو مع الشركاء بسبب الأنانية أو أنانية الطرف الآخر أو بسبب مسألة اعتبارية أو يعني هيك نوع من أنواع الذاتية يعني الاستقلالية أو المشاكل الخاصة أو اللي هي كرامتي يعني بتنوصف على أكثر من وصف حاول إنك ممكن بالفترة هاي تجد صعوبة في إقرار وجهة نظرك أو الدفاع عن وجهة نظرك لأنه مضعك شوي بكون ضعيف ابتعد عن المشاكل القانونية قدر الإمكان برج الجوزاء بتنشطوا اجتماعياً وتلتقوا لأصدقاء ومنكم ممكن شارك في حفل أو مناسبة سعيدة كون مخلص لصداقاتك ووعودك ممكن تحصد تأييد لا بأس فيه أهم مش إنك تكثف ارتباطاتك أنت بحاجة لتعاون الآخرين معك هاي الفترة طبعاً الشمس والقمر يعني بيأثره بشكل سلبي على بعض النقاط القمر برضو بيأثر على خيبات الأمل بسبب الأصدقاء الشمس ممكن تعطي شوية وعكات صحية أو بعض الآلام أو أمور العلاقة بالتحسس وبتعرف هاي الفترة نوع من أنواع المتاعب في عملك أو العمل اليومي عطارت زي ما حكينا بضغط على موليد العشرية الثالثة بيجعلهم مترددين ممكن تسمع خبر غير صار من شخص قريب لا إلك ولكن الزهرة تعطي حضوض لموليد العشرية الأولى فهي فترة مناسبة لتمتين روابط المودة والعلاقة والمعاملات المالية احذر من المريخ لأنه بقولك دير بالك من الدخول في جدال مع الأصدقاء برج السرطان بتظل الفرصة متاحة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل ينجح بإثبات جدارته للمسؤولين وبيحافظ على إنجازاته القائمة أهمش إنك تهدئ من روعك انت هاي الفترة شوي فيها نوع من أنواعي السلبية ومشحون بالمتاعب والتوتر عالج الأمور بهدوء وقدم أفضل ما لديك طبعا بالنسبة إلى المشاكل على المستوى المهني ممكن تكون موجودة بسبب ارتكاب بعض الأخطاء وبتزيد عدوانيتك وإندفاعك فعشان هيك برضو بدك تنتبه من الشمس اللي بتعمل نوع من أنواعي التوتر في علاقاتك العاطفية ممكن يعني الضر بنجاحك الشخصي يستحسن تجنب المعاملات المالية عطارت بأثر على مواليد العشرية الثالثة هاي الفترة محيطك العائلي شوي بكون متوتر وبسبب لك سوء تفاهم وممكن تتعرض لإرهاق العصبي فعشان هيك يدير بالك من أي خلاف وممكن تظهر بعض الأخطاء أو الأعطال المنزلية الزهراء بتدعم مواليد العشرية الأولى وبديه عمل حياة المنزلية بشكل جيد وهي فترة مناسبة للحصول على أرباح مهمة وخصوصا من أمور إلها علاقة بالعقارات أو الأمور البيتية أو دعم من أفراد العائلة برج الأسد بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصال البعيد مهم مناسب لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة حاول أنك تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة بتنجح في الترويج لعملك وكسب الدعم والتأييد أهم مش أنك ما تهم الواجباتك حتى ولو كثرت أو صعوبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير حاول أنك تقدم بجراءة وثقة بس المشكلة أن الفترة هاي خيالك الجامح ممكن يخلق لك بعض المخاوف الغير واقعية وبرضو بالمقابل لا تنسى أن المريخ بيقول لك اتجنب التعامل مع الغرباء بالفترة هاي وكذلك أمور إلها علاقة بالسفر أو التنقلات البعيدة عطارد بيضغط على موليد العشرية الثالثة فممكن تسمع خبر سيء بيجعلك متردد أو متحير وبدفع البعض لاتخاذ قرارات متسرعة أو إفشاء الأسرار كون حذر من كلامك أو من مراسلاتك أما بالنسبة لموليد العشرية الأولى بتكون في هاي اليوم مرح لين العريكي وبتمتع بقدرة كبيرة في الإقناع وهي فترة مناسبة للسفر والتواصل مع الأقارب والأخوة أهم شيء برضو بدك تنتبه من الشمس اللي موجود في بيتك الرابع اللي ممكن شوية تسوي سوء تفاهم على المستوى العائلي أو توتر معين أو أعطال معينة أو انشغلات منزلية وبتكون مرغم على بذل جهود مضاعفة ومستمرة لاستمرارية الوضع أو لتجاوز هاي الأعباء برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض بادر إلى تصحيح الأخطاء وترتيب العوضاع أنت بحاجة للياقة جسدية وأعصاب متينة خصوصاً في الأيام القادمة ما تترك ذيول المتاعب أنها تأثر عليك بشكل كبير طبعاً الأهم أنه الفترة هاي بتعرف نوع من أنواع المخاوف وخصوصاً يعني أشياء وهمية عليك تجنب الإنغلاق على نفسك والاجتماع بأصدقاء جيدين وتسلية نفسك انتبه برضو من الشمس اللي شوي بتضغط عليك وبتخليك تميل شوي للتبذير أو لتبذير طاقتك تحديداً وجهودك بسبب تغيرك الدائم والتقلب بالمزاج ولا توجهاتك وأهدافك شوي بتكون برضو ما في عندك ثبات بالرأي موليد العشرية الثالثة علاقتهم متوترة بتكون مع رفقاء العمل وممكن ترتكبوا بعض الأخطاء في آراءكم وأحكامكم اتجنب توقيع الوثائق المهمة أما بالنسبة للزهرة طبعاً برضو نفس الشيء في هاي فترة مناسبة لموليد العشرية الأولى للنجاح على المستوى المالي والحصول على وضعية مربحة أهم شيئك ما تقدم على المجازفات لأنه ممكن تتعرض لمشاكل في عملك برج الميزان ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ما بيجوز إثارة المتاعب اتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية حاذر من الحوادث والأعداء فهم كثر حالياً برضو في نفس اللحظة بدك تنتبه لأنه ممكن تجد صعوبة في التواصل مع شركائك أو مع زوجتك وممكن تميل للعزلة وعدم الاكتراث بتعرف نزاعات على مستوى المنزل أو شقاقات مع الشركاء عطارد شوي بعطي نوع من أنواع التوتر السلبي وخصوصاً لموليد العشرية الثالثة لأنه هاي الفترة بتعرف بعض الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتك وتلهفك وسرعة انفعالك عليك أنك تتجنب اتخاذ القرارات المهمة وكذلك بدك تحذر أثناء التنقلات لأنه ممكن تسمع أخبار الفترة هاي متناقضة أما بالنسبة للزهرة بعطي حضوض لموليد العشرية الأولى وبيزيد لطفهم ورقتهم وقيمتهم الاجتماعية في هاي فترة مناسبة للعلاقات العاطفية أما بالنسبة للشمس فبيزيد طمعك ورغبتك في نيل الأرباح وهذا ممكن شوي عرضك لنوع من الأنواع الصعوبات المالية برج العقرب أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل ممكن تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدول غذائكم واخذوا قسط من الراحة من حين لآخر من المستحسن التبكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر النشاطات وربما تشعر ببعض التعب خلال هذا اليوم لأنه طاقتكم شوي راح تكون متقلبة برضو بدك تنتبه من أمور اللي لها علاقة بالعمل لأنه ممكن تجد بعض الصعوبة وممكن تشعر بالضيق وممكن تحس بأنه الحظ ممكن أنه تخلى عنك أهم النقاط أنه دير بالك على جسمك ومقاومتك الجسدية لأنها ضعيفة الفترة هاي ممكن شوي تخليك خجول في بعض النقاط وممكن متردد برضو بتقلل من الطموح عندك خصوصا على المستوى المالي أو صعوبات على المستوى المالي وبصيبك بعض الاضطراب عطارد بينبه موليد العشرية الثالثة أنه ممكن تتعرضوا لكلام بسيئلكم أو إفشاء أسرار أهم إش أنك ما تهتم كثير لهذا الحكي أما بالنسبة للزهرة فهي بتعطيك نوع من أنواع الحظوظ فبتمين لمساعدة الآخرين والتضحية والإيثار أهم إش أنك تنتبه من المريخ اللي ما زال بيضغط بقوة على أمور إلها علاقة بالالتهابات أو الإصابات أو الجروح أثناء العمل أو في ميادين العمل يعني حاول أنك تنتبه لهاي النقطة برج القوس تزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الظروف جيدة ولكن احتمال أن تحمل هاي الفترة قلق اتجاه أحد الأحبة الفترة هاي أنت نشيط ودينيماكي بتميل له وترفيه عن النفس أنت بالفعل تستحق ذلك ولكن يجب اتخاذ خطوة مفيدة ما أهم شيء أنه بينتابك شعور بعدم الرضا خلال هذا اليوم وبتشعر أنه الآخرين ما بيفهموك برضو بدك تنتبه من المريخ اللي بيعطي نوع من أنواع العنف اللي ممكن يغلب على سلوكك وبسوء تعاملك ولياقتك في إعلاقتك العاطفية وخصوصا أثناء النقاشات أو الحوارات ممكن تنفعل من أدفى الأسباب بتعرف صعوبة في التكيف مع محيطك وحياتك العائلية ويستحسن تجنب النزاعات والخلافات بسبب قوة أعداءك أما بالنسبة لعطارد فعطارد بيحذر موليد العشرية الثالثة لأنه بالفترة هاي بتعرف علاقاتهم أو صداقاتهم بعض التوتر خصوصا من بعض النقاشات أو الحوارات أو سوء تفاهم أما بالنسبة للزهرة فموليد العشرية الأولى تعطي قوة بأشياء العلاقة بالمشاريع اللي ممكن تتحقق بمساعدة أصدقائك أو أشخاص ذو نفوذ برج الجدي بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من الهواجس اللي بتعيشها هناك تبادل زيارات أو اتصالات مهمة ولكن ممكن يسود التوتر بسبب حدث طارق طبعا برضو الجو العائلي بيكون مشحون ممكن شوي هيك تحاول أنك تتهرب من بعض الالتزامات العائلية المريخ شوي بيعمل برضو على الضغط على المستوى البيت والخلافات العائلية وممكن يعني يصير فيه نوع من أنواع النفور أو الغضب أو يعني هيك طاقة سلبية في البيت تحاول أنك تنعزل أكثر أما بالنسبة طبعا للشمس بتعرف هاي الفترة اضطراب في علاقاتك الاجتماعية ومع أصدقائك وممكن نتعرضك لمنافسة مهنية وهاي فترة غير مناسبة للشراكة عطارد بينبه مولد العشرية الثالثة لأنه الفترة هاي بيميلوا لإهمال مشاريعهم وممكن تتعرض سمعتك الاجتماعية لشبهة وعليك أنك تتحلى بالصبر أما بالنسبة للزهرة فبتدعم موليد العشرية الأولى وبتعرف هاي الفترة نوع من أنواع التفاؤل والنجاح وهي فترة مناسبة لزواج من وسط راقي برج الدلو بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح باستطاعتك قلب المعادل لصالحك أهم مش أنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحباء لتعزيز الروابط بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة ولكن بدك تنتبه لأن القمر منتحس فبتعرف توتر في علاقاتك مع محيطك وبتكون متقلب وما بيرضيك أي شيء وممكن ترغب في التهرب من الواقع والعمل والدراسة ممكن تكون صعبة اللي عنده امتحان أو مقابلة بده يدرس ويستعد بشكل جيد أهم شيء أنه تنتبه برضه من المريخ اللي بزيد من عدوانيتك واللي ممكن يسبب نوع من أنواع الخلافات أو سوى التفاهم عليك تجنب التنقلات والأسفار أو حتى أنك تحذر إن اضطريك لعملها تحتاج لبذل جهد أكبر لا تخطي وتجاوز العقبات والخلافات بهذه الفترة أهم شيء أنه يعني حاول أنك أنت تبحث عن طريق النجاح وتحقيق طموحاتك بهدوء وبدون عصبية أما بالنسبة لعطارد فبينبه موليد العشرية الثالثة بالحذر أهم شيء الحذر من الوعود فقل ما يتم الوفاء بها ويستحسن تجنب السفر وتأجيله لوقت آخر أما بالنسبة للزهرة فبيكون سلوكك يعني تقريبا جيد وخصوصا لموليد العشرية الأولى وممكن تحصل على تقدير الآخرين وهذه فترة مناسبة للتنقلات بالنسبة لألكم برج الحوت بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي من عمل إضافي ومنكم ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية ممكن تسمع خبر صار ويلعب قريب دور مهم بتهتم بقضية شراكة أو عمل ممكن تعالج الأمور بشكل دقيق وتهتم للأولويات المالية بتجد الحلول والتسويات خلال هذا النهار ولكن الأهم أنه في نوع من أنواع صعوبة ممكن يخيم عليك وخصوصا في ميدان العمل وممكن ترتكب بعض الأخطاء نتيجة التهور والنفقات اللي لا طائل منها انتبه برضو من النزاعات اللي ممكن تكون مع رفقاءك في العمل أو مع رئيسك لأسباب مالية عليك تجنب التبذير برضو انتبه من الشمس اللي يعني بدولك ما تدخلش في مشاريع كبيرة لأنه هاي الفترة ممكن تعرف صعوبات في علاقاتك مع الغرباء أما عطارد فعطارد بنبه موليد العشرية الثالثة من أنه ممكن يزيد طيشكم بالفترة هاي وعصبيتكم وممكن تسمع خبر سيء تجنب التنقلات والأسفر أما بالنسبة للزهرة فبتدعم موليد العشرية الأولى فبتستفيدوا من مكاسب عن طريق الزواج أو شراكة أو هبات أو ممكن حل موضوع الدين بكون صعب يعني الاهتمامات المالية بتكون أسهل وأحسن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء